بسم الله الرحمن الرحيم اليوم شرح الفصل الثالث اللي هو الدائرة الفصل اسم الفصل تمام هو الفصل الثالث طبعا اللي هو من هو الدائرة هذا الفصل من أفصل المهمة اللي تحتاجي بالسادس العلمي اللي عندك بالسادس العلمي اللي هو فصل الثاني اللي هو القطوع المخروطية هي عبارة عن دائرة معينة وتقسمت إلى عدة أقسام وتوتش قطوع مخروطية هاي بالسادس بينما هسه فصل بسيط رح ناخذ بيه معادلة الدائرة والتفاصيل يعني حاشرح لكم تفاصيله كله من الجذر تمام وبعديا وراها عنتي من توصلين للسادس رح يصير عبارة عن تكملة إليش لهذا الفصل تمام فمبدئيا الفصل الثالث اللي هو الدائرة اللي احنا نقول عليه السيركل تمام ما لعلاقة إنه هو مجموعة من النقط في مستوى التي يكون بعدها من نقطة ثابتة تسمى المركز يساوي مقدارة السادس شنو محفوظة هي خرجت يوم والعيدي وين قاعدين نحن شنو ضد مادة عربي جغرافيا تاريخ أقول لك انت لا جغرافيا ولا تاريخ راح أفهمي شيئاها بالرمز وبالرسم استاذ هاي شنو هاي دائرة ايه والله دائرة زين أوكي استاذ هاي الدائرة عبارة عن شنو أو شنو ممكن أعبر عنه أقول لك باعي هاي الدائرة شكل الدائرة أصلا هو دائري استاذ شنو المعلومة الخطيرة يا راب يومك باعيلي يعني قصدي في شكل الدائرة هو دائري يعني أقصد منحان الدائرة الدائري هذا هو عبارة عن نقاط عبارة عن نقاط يعني مثل ما كانوا يقولوا ليش بالابتدائية إذا أنت عندك وجه متكون على شكل نقاط في هذا الشكل إذا أنت عندك وجه دائري متكون على شكل نقاط وصلي بين النقاط أحس قل لي الإستاذ حيصير بهذا الشكل جاي أوصل لك بين النقاط وراح يصير عندي بهذا الشكل الإستاذ شوف سوت لدائرة وجه دائري إستاذ شو نقص دك يعني الدائرة هو مجموعة من النقاط على المستوي إستاذ هو شنو أصلا مستوي يعني حاطي على النار ومستوي لا مهين شيء أنا أقصد على المستوي عبارة عن منحن الدائرة منحنيات للدائرة سوي لش دائرة يعني مثلا هذا الخط هو دائرة تمام هذا الخط هو دائرة هذا الخط الدائري هو دائرة يعني هذا الخط أقصد به المنحني تمام لو مو تمام أو المستوي المستوي الدائري بهذا الشكل الخط هذا الدائري إذا شوفوه ما كنت شم خط هي شعشة بيضة وشكل دائري هذا الشكل الدائري تمام اللي هو باللون الاسود هو هذا المستوي استاذ هذا المستوي من شنو متكون أقول لك هذا المستوي متكون على شكل نقاط يعني انت عندش نقطة بنقطة 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 بهذا الشكل خلي نسوينا دائرة بيه تمام يعني وصلي لي بين النقاط راح تقول لي استاذ بهذا الشكل تمام اذا صارت لي مستوي دائري صارت لي دائرة بالانجليزي سيركل واضح لو مواضح وطبعا احنا معروفة انه كل دائرة كل دائرة يعني احنا عرفنا انه دائرة متكونة من مجموعة من النقاط في مستوي والتي يكون البعد بين نقطة ثابتة تسمى المركز شنو استاذ قصدك تكون بعدها من نقطة ثابتة تسمى المركز باعلي باعلي هاي خلي نعتبرها الكعبة هاي شمنو هاي الكعبة تمام اكيد داير مداير الكعبة راح يطوفون شنو راح يطوفون ناس داير مدايرها لتأدية منازك العمرة لتأدية شنو منازك العمرة بهذا الشكل راح يطوفون ناس داير مداير الكعبة بهذا الشكل تمام بس خلي اوضح لك على مت انه انتصر عندك نظرة واضحة عن الدائرة تمام لو مو تمام نظرة واضحة عن الدائرة بهذا الشكل اكيد راح يكونون بهذا الشكل داير يعني اذا اوصل ببيناتهم راح يكون يدورون بشكل داير تمام لو مو تمام يطوفون حول الكعبة بشكل دايري بهذا الشكل استاذ شنو تدائم من متعود تشرح بالرسم ايه يعني شنت موهبت الرسم تمام فلذلك قررت اصيل رسام وعوف منت التدريس بهذا الشكل هاي الكعبة اسألت احد الطالبات سؤال شنو الشي ثابت وشنو الشي الجاي يتحرك عن طريق الرسم الجاي شو فيه قدامك استاذ انبيني الكعبة هي ثابتة اكيد خواباه هي الجاي تفتر حول نفسها لا اذا الكعبة هي شنو هي ثابتة بينما الناس هم المتحركون حلو الافرح مع لوالديك انت جبتيها وقدتي اياها يعني المركز اللي جاي يدورون حول الكعبة البشر يدورون حول الكعبة يعني جاي يدورون على مركز الكعبة تمام مركز الكعبة استاذ شنو قصدك اي شي ثابت معنى المركز اي شي ثابت معنى المركز اي شي شنو ثابت معنى المركز وخلنفرغ انه ذول البشر جاي تحركون هما نقط على المستوي مالدائرة معناها راح اقول لك شنو تعريف الدائرة هي مجموعة من البشر هي مجموعة من البشر جاي طوف حول الكعبة اللي سميت الكعبة شنو المركز يعني يكون بعدها عن نقطة ثابتة تسمى المركز بعد منه بعد البشر بعد البشر عن نقطة ثابتة تسمى المركز شنو هي النقطة الثابتة الكعبة النقطة الثابتة والبشر جاي تحركون داير مداير الكعبة يعني استاذ قصدك انه البشر هما نقاط على المستوي ايه يعني جاي يسووه لشكل دائري واستاذ قصدك انه بعد هاي النقطة على المستوي تسمى بالعدد الثابت يعني عندي شغلة اسمها المركز سنتر الدائرة واضح لو مواضح سنتر للدائرة يكون بعدها على النقطة اللي راح اسمي بي متكون من اكس واي لان النقطة عبارة عن محورين احداثيين اللي هو الاكس والواي والكعبة هي المركز استاذ هسا الف رحمة على والديك انت حجيت لياها بالرسم قل لي اياها بالناحية العلمية اريدك تفسر لي اياها بالناحية العلمية اكثر يعني قل لي اياها بالرسم اقول لش هاي الدائرة بهذا الشكل الدائرة لها مركز الدائرة لها مركز تمام وهاي عبارة عن نقاط خل نفرض انا عندي هاي النقطة على المستوي الاحداثي خل نرمز له باللون الاحمر والمركز ننطيه باللون مثلا لون الاخضر بهذا الشكل على مو تتوضح عندك باللون الاحمر هي النقطة رمز النقطة هو بي استاذ ديش بي عادي اسمي اتش عادي اسمي حايط عادي اسمي صبورة عادي اسمي دولكي عادي اسمي قطي براح تش سمي كاي سمي ام سمي هي المهم هذا البي هو دلالة على انه دا اقوليش انه point نقطة واضح لو مو واضح واضح استاذ زين هاي النقطة غير عبارة عن اكس و واي اي استاذ اكس و واي اذن النقطة هي بي رمزها عبارة عن اكس وعبارة عن واي زين استاذ والسنتر شنو رمزه اقوليش السنتر رمزه اس افوان سي المركز رمزه سي استاذ ليه السي اقوليش ليه المشتقة من كلمة سنتر مشتقة من كلمة سنتر اول حرف من اسمها سي سي فلذلك مشتقة من الرمز سنتر واضح لو مواضح وهو عبارة عن اتش و كي هذا ال اتش و الكي هو عبارة عن مركز الدائرة تمام لو مو تمام ان شاء الله بصف السادسة العلمية رح تتعرفون اكثر على ال اتش و كي تمام على مركز الدائرة بصورة تفصيلية اكثر اللي دز الرسائل تمام انا مرح ما جاي اقدر اشوفها على فكرة على شوفها لان انا حاليا ملتها بالتصوير تمام من انا انطيكم مجال انه اسألكم اسئلة او اعدكم استفسارات معينة اطيكم باب للسؤال ممكن انتو السئلون تمام لو مو تمام اتمنى انه اقدر ادخلها او كي بهذا الشكل زيان السنتر عرفنا استاذ اتش و كي يعني استاذ قصدك انه الدائرة هسا بيها نقطة و بيها مركز عاجة ايديش بس بيها شغلة اخرى بيها شغلة اخرى المركز البعد بين النقطة والمركز يعني هسا احنا استاذ اولا صارت عندي نقطة اللي هي عبارة عن اكس و واي استاذ و ثانيا صار عندي مركز اللي هو عبارة عن اتش و كي طبعا هذا رمزة بي بوينت وهذا رمزة اس سي اللي هو مركز تمام لهم تمام اذا النقطة استاذ عندي بيها و عندي بيها مركز بعد عندي شغلة اخرى اقول لك البعد بين المركز ثلاثة البعد بين المركز والنقطة والنقطة راح اسميه بنصف قطر الدائرة و انطيب الرمز اللي هو و انطيب الرمز اللي هو استاذ الثاني نقطة الاولى عرفتها والثاني عرفتها بس استاذ شنو البعد بين المركز والنقطة سميت بنصف قطر الدائرة ار تعالي اللي خلاه قلتش انتي هذا المركز ما تجيه هنا بعد هذا المركز باللون الاخضر عن بعد هاي النقطة باللون الاحمر بهذا الشكل راح اسميه ار تمام هذا البعد بين المركز الثابت والنقطة المتحركة على منو على المنحني او على المستوي تمام مستوي الدائرة سميتها بي ار ممكن استاذ تقولي انه النقطة صير هنا ويصير بعد المركز على النقطة هنا يصير ار بهذا الشكل اقولي اش عادي ليش لان هو اصلا عندي المنحة لما الدائرة هو مجموعة من النقاط وتكون الي دائرة يعني مو اعتباطا ويجي يا الله تعالي خلن نرسم دائرة لا ما قلتش حتي سالفة الدائرة واختراع الدائرة هو مجموعة من النقطة في مستوي التي يكون قعدها عن نقطة ثابتة تسمى المركز ويساوي مقدارا ثابتا يسمى نصف القطر اللي هو البعد بين المركز ونصف عفوا والنقطة واضح لهم مواضح ودائما قيمة الار ودائما قيمة الار تكون اكبر من صفر دائما قيمة الار يكون اكبر من صفر استاذ سؤال بسيط اش معنى اكبر من صفر انا طالبة علمي وجايني سادس علمي اريد افتهم ليش قل لنصف القطر هو اكبر من صفر انا اقل ليش انا قلت لك البعد بين المركز والنقطة سميت بنصف القطر شايفت لك بعد بالسالب يعني صير هسا انا اقل لك بعدي من من الحائط سالب خمسة اقل شايف هالحال انا رجعت بقلي ورا خام يعني في هذا الشكل يعني ما ك بعد بالسالب وما ك بعد يساوي صفر فلذلك يقل لش قطر نصف القطر والقطر هو اكبر من صفر اعيدها لان قلت البعد بين المركز والنقطة هو ر فلذلك كلمة بعد معناها لازم يكون ر هو اكبر من صفر غصبا ما علي لان ما ك بعد لا بالسالب ولا يساوي صفر تمام لو مو تمام هاي ملاحة ومهم زيان استعاف عندي معادلة قياسية عندي عندي معادلة قياسية شين هي استاذ معادلة قياسية معادلة قياسية اقصد معادلة متساوية من جميع حدودها او معادلة ثابتة للدائرة بحيث اذا اقول شين معادلة للدائرة تقول استاذ زيان ممكن انت تفهمني ياهن اقول أما وتشلعين عيوني باعيني استاذ انا ما عاجب نحفظها والله عاجبني افتهمها وعرفها شون استنتجتها المعادلة المعادلة القياسية للدائرة اي استاذ اطرب مسامعي شيني المعادلة القياسية للدائرة اقول لك باعي هي مو متكونة من x و y الدائرة اللي هي نقطة و متكونة من مركز اللي هو h و k بهذا الشكل و متكون من r اقول لي استاذ صح النقطة متكونة من نقطة و مركز و نصف قطر اللي هو البعد بين النقطة و المركز عاجبت ايدك استاذ هذا عرفت انه انت متكونة من هي جسوالف زيان اذا اريد اكتب معادلة قياسية للدائرة باعي ش رح اساوي بقوس 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 يساوي قوسيا يساوي ببيناتهم زائد قوسيا ببيناتهم زائد يساوي القوسيا مرفوعات القوة تربيع القوسيا مرفوعات القوة تربيع واضح لو مواضح واضح استاذ زيان كتبت آني قوسيا ببيناتهم زائد مرفوعات القوة تربيع هو يساوي شنو الخطوة اللي وراها بعد اقول ليش تعالي لعن نقطة هاي مو متكونة من اكس و اي النقطة ها تقول لي لي استاذ اقول ليش خلاص شيلي اكس خليها بالقوس الاول وشيلي الواي خليها بالقوس الثاني اوكي استاذ زيان هاي المركز مو متكون من اتش و متكون من كي اي استاذ متكون من اتش و كي اقول ليش شيلي اتش خليها بالقوس الاول وشيلي كي خليها بالقوس الثاني واضح لو مواضح استاذ شنو الاشارات ببيناتهم اقول ليش بدام هنا موجب اذا داخل القوس سالب بدام هنا موجب اذا داخل القوس سالب استاذ زيان يساوي شنو يساوي صفر أقول لش بقى عندي بس الار حتقول لي استاذ أخلي الار بهذا الشكل استاذ إذا اثنين خوات واثنين عالتهم تربيع يصير أخدهم الثالثة يصير بو تربيع أقول لش لا كلهم عائمون بالعدالة والمساواة يعني إذا هاني عندي قاوس ينبقى مرفوعات إلى قوة تربيع فلذلك الار هم أحرفها إلى قوة تربيع هاي المعادلة القياسية للدائرة هاي حفظ أنا أتمنى أنه أكون فهمت تجياها بالصورة المطلوبة تمام بهذا الشكل زيان هس لكم حق تسألوني أي سؤال يعجبكم وأنا أجاوبكم عليها حسب أنتو إذا أنتم ما مفتهمين أو ما مفتهمين بس أتمنى مو رسالة أتمنى تفتحون المايك بالنهاية أنا مدرسكم تمام ويعني أنت تستحين من يامي من فتحين المايك يحكي أي سؤال براحتيك مو لي أن طالبات موجودة وخلي جرب واحد يضحك عليك بس حتى لو سؤال اشتافي عمد قبل الله ولله ومحمد وعلي يلا اطربي مسامعي اطربي مسامعي يعني معقول لأواحد عنده سؤال معقول لكل مفتهم ما حد عنده أوكي أنا مبدئيا سويت شون كتبت المعادلة القياسية للدارة فتحت قوسيا وبيناتهم بزاد وخليتهم القوة تربيع النقطة الدارة بتكونها من نقطة ومركز ور النقطة X و Y جبت X خليتها بالقوس الأول و Y خليتها بالقوس الثاني المركز بتكون من H و K جبت H خليتها بالقوس الأول و جبت K خليتها بالقوس الثاني بدام الإشارة ببينات بين القوسين جمع إذا نخلي داخل القوسين طرح يساوي وقد عندي بس ال R إذن يساوي R وبدام عندي القوسين تربيع لذلك خليت ال R تربيع في هذه الحالة ما تنسي بس أنت كتب إذن السؤال فرح تتذكرين المعادلة القياسية للدارة هاي حفظ ايديك ورجلك بالحل واضح لو مو واضح ناخذ مثال ناخذ مثال وطبعا على فكرة على المنطلعين المعادلة النهائية هذا قانون على المنطلعين المعادلة القياسية للدارة لازم تعوضين قيمة ال H وقيمة K وقيمة R قيمة Y وقيمة X ما تعوضيهم استاذ ليش ما يعوضهم قيمة X وال Y أقول ليش تعوضيهم بعدة حالات بس إذا أنت توفرت قيمة ال H وقيمة K وقيمة R خلص تكتفين بهم وتعوضيهم زل استاذ ليش ما يعوض كل الرموز أصلا أقول ليش هي من اسمها معادلة وكل معادلة تحتاج إلى مجاهيل من أنت تعوضين كل الأرقام بالمعادلة هاي أو بالقانون هذا ما راح يصير عندك معادلة راح يصير عندك عدد ثابت فلذلك نخلي قيمة الـ X وقيمة الـ Y هن المجاهيل على متصير عندي معادلة متكونة موجود بيها مجاهيل اللي هو الـ X والـ Y على متفعلا نعتبرها المعادلة القياسية للدائرة ناخذ مثال ونوضح عليه الكلام اللي حتشيناه كله مثال يقول من أمثلة الكتاب جد معادلة الدائرة التي مركزها اللي هو خمسة بثلاثة بهذا الشكل تمام ونصف قطرها ونصف قطرها هو أربعة استاذ ياه شنو رايت معادلة الدائرة التي مركزها خمسة بثلاثة ونصف القطر اللي هو أشقت اللي هو أربعة أول خطوة من خطوات الحل طلعي للمعطيات استاذ آني شلون أطلع قيمة أو معادلة الدائرة شلون أطلع معادلة الدائرة شنو أحتاج؟ أقل لك تحتاجين إلى وتحتاجين إلى وتحتاجين إلى مبدئياً الار قايل لنصف قطرها أربعة معناها قيمة الار أربعة لأن الار هو دلالة على نصف القطر زين استاذ والأتش والكي شنو أقل لك قل لك مركزها ورمز المركز شنو الوسيع عبارة عن أتش وكي زين هو النقطة قايلة اللي تشوى عبارة عن خمسة بتلاثة بهذا الشكل استاذ يعني قصدك أنه أتش ما يقابلها خمسة والكي ما يقابلها ثلاثة يعني قيمة الأتش تساوي خمسة وقيمة الكي تساوي ثلاثة ايه بالضبط خمسة بتلاثة واضح لو مواضح أوكي استاذ هذا هو طلعت قيمة الأتش طلعت قيمة الكي طلعت قيمة الار شمنتظره يا حظي روحي لجي تشوف بفايد معادلة الدارة كتبيه للقانون بل معادلة الدارة قوسيا قوسيا بهذا الشكل يساوي بهذا الشكل اخلي زاعد اخلي تربيع بتربيع اخلي اكس اخلي واي اخلي اتش اخلي كي بهذا الشكل اخلي ناقص بناقص لأن عندي موجب بين القوسيا عندي موجب بين القوسيا واستاذ والار وين خليها عيني وراء يساوي وخليها تربيع حالها حال خواتها اه استاذ حالها حال خواتها شو لعد احنا بالبيت خواتش وعدت تتكافى شوية لخ اقول لك انتو مجوز معاه مواحد يحب للاخ لا استاذ هاي من المحبة احنا نتكافش اوكي بس بالنهاية انه لازم يصرون قلوب على قلوب تمام استاذ اوكي صارت عندي معادلة الدارة شمنتظرها يا حظي عوضي قيمة المعطيات اطلعتيهم يلا هاي اكس ناقص خمسة الكل تربيع زائت واي ناقص الكيش قد استاذ ثلاثة عوضيها ثلاثة شمنتظرها الكل تربيع يساوي الارش قد عندك اربعة اربعة تربيع ستعاش اربعة كلها مرفوع للقوة تربيع ستعاش استاذ خلصت الحلقي خلصت هاي معادلة الدائرة القياسية مفهوم لو مفهوم هاي معادلة الدائرة القياسية مين عنده سؤال استاذ خلفوك مرباحة دانية خلفوك مرباحة دانية لا ما تحتاجين ما تحتاجين هاي معادلة الدائرة القياسية نتحت نذر آخر نذر آخر مثال من المتلك الكتاب جد معادلة الدائرة التي مركزها نقطة الأصل نقطة الأصل ونصف قطرها ونصف قطرها اللي هو خلينا نقول ستة وحدات ستة بهذا الشكل استاذ جد معادلة الدائرة افتهمتها يعني أنا هسا بالمعطيات راح أكتب يريد الأتش ويريد الكي ويريد الأر مبدئيا للأر قاية بنصف قطرها ستة أكتب لتساوي ستة استاذ بقى قيمة الأتش وكي يمنين أقول لك التي مركزها نقطة الأصل سالفت مركزها نقطة الأصل معناها سي عبارة عن صفر وبصفر استاذ اثبت لي باعي هذا محور اكس وهذا محور واي أكيد أنه نقطة الأصل صايرة هنانا اللي هي شدو عبارة عن صفر وبصفر والمستوي ما الدائرة يفتر بهذا الشكل فصار عندي المركز مالتي بالنص بالضبط يعني لا صاير فوق ولا صاير يسري ولا صاير يمنى ولا صاير بأي اتجاهات صاير بالنص فإذا مركزة اللي هي صفر بصفر معناها استاذ قيمة الأتج تساوي صفر وقيمة الكي تساوي صفر لأن أصلا رمز السنتر اللي هو سي عبارة عن أتش وكي أقول لش اي هو رمزة عبارة عن سي أتش وكي بهذا الشكل اذا كل واحد ياخذ اللي قابلها كل واحد ياخذ اللي قابلها صفر بصفر بهذا الشكل استاذ هسا عوض اي بس كتبيلي معادلة الدائرة لأن تحتاجيها وينقصوك عليها بهذا الشكل زائد واي ناقص كي لكل تربيع يساوي ر تربيع نعوض القيم اكس ناقص اتش اللي هو صفر لكل تربيع بهذا الشكل زائد واي ناقص صفر لكل تربيع ويساوي ستة وثلاثين استاذ ستة وثلاثين ما يجبت هي هانا قلت الستة تربيع ستة وثلاثين زي نستاذ تبسيطاتك هذا الصفر ماكو داعي ينكتب وهذا الصفر ماكو داعي ينكتب حيصر عندي اكس تربيع زائد واي تربيع يساوي ستة وثلاثين وهاي معادلة الدائرة القياسية منو عندك سؤال يمن يسرا منو عنده سؤال يمن يسرا استاذ ما عندي اللي عنده سؤال خليقول لا يبخل على روحي اللي عنده سؤال خليقول نعم نعم بسيج هو رايد من يم مش معادلة الدائرة انت طلعت إلى معادلة الدائرة التزمي بالكلام اللي يقوله قلش معادلة الدائرة طلعت إلى معادلة الدائرة انتهي هذا هو هاي كل ما في الأمور بس طبعا هاي كمقدمة يعني دا فهم يجب نسوي إن شاء الله يعني بعد أدي أسئلة يعني شوية به نفكار يعني مو بسيج تمام وحكت بكم ملاحظات على كل شكل آش إن شاء الله قولي عادي ماكو مشكلة لأنباعي عادي ماكو مشكلة يعني مبدئين الصفر ذات بقي هو مال تأثير يعني إذا بقيت أو ما بقيت ما هي أثر بس يفضل إنه شيرين الصفر وتنزل القوة على تغير سالك 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 زيان مثال أمثلة أخرى قوي لازم نشي بالمواد امتحاناتكم مش وقت يا يوم بتبدو امتحانات إن شاء الله سباط عشر خمسة ما بقى لكم شي يعني تقريبا بقى لكم شي شغلة سبعة أيام ثمانت أيام تسعة أيام تقريبا 11 يوم أو 10 أيام 10 أيام بالضبط سحنا 7 خمسة 10 أيام يبقى لكم تبدو امتحاناتكم ما بقى شي شي شدو حيكم أول امتحاناتكم شنو أول امتحاناتكم شنو أكو طلاب قالوا عدنا امتحان رياضيات أول شي أوجد كوثر موجودة كوثر كوثر موجودة شوف للأسف أمتحاناتكم 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 باليوتيوب يعني أنا 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 ما جاي أنتقد أنا جاي أحل بس أنا وضيفتي مو انتقاد وضيفتي تحليل تلقين مباشرة أما ما تلقين خلاص مبلش بالتمارين ومبلش بالأمثلة ويبدون يبدون يبدون يحلون قبل مباشرة بالأمثلة وبحيث الطالب إذا إجدت بيلوف شوية بالامتحان ضيع الأول والتالي فلذلك آني شأسوي عمود أجلنا بهاي التفاصيل كلها آني أقوي لك عساس لك لأن هاي السال فتفيدش بالوزاري وتفيدش بالسالس تمام وللعلم ترى منهجكم أصعب منهج السادس شذي بذلك اللي يقول لكم أنه منهج السادس هو أصعب من منهج الخامس منهج الخامس من ريابرات أصعب من السادس أنا أشوفه بتفاصيل هاي أصعب بهواي يعني لو يبدلون الكتب أنا أشوف أفضل يخلون ما الخامس السادس هو السادس الخامس حسب تحليلي يعني المواضيع فلذلك آني أبدأ إياكم من الجذر أقوي لكم أساس كل شي قوي بحيث أنت بقيت لمسة اللي تقول إستاذ زلاط صارت عندي أوجد مركز ونصف القطر الدائرة التي معادلتها خليل نقول أكس زناقص خمسة لكل تربيع زائد آآ واي زائد ثلاثة تربيع ويساوي جد تسعة وأربعين في يوم من الأيام وفي وقت من أوقات شن جاي أمشي بالشارع شن جاي أمشي بالشارع وشفت شغلتين متشابهة فحاولت تعرف شن الفرق فقلت على ما تعرف الفرق أو أقدر أطلق الشغلات المختلفة ببيناتهم فلازم أقارن بين الشخص يتين التوع فشفت واحد لابس تيشيرت أحمر واحد لابس تيشيرت أخضر فعرفت هذا يختلف عن هذا شفت واحد شعر طويل واحد شعرك صغير بس ما يتوأم طبام بس واحد مطول شعرك والثاني قص شعرك فعرفت إنه هذا يختلف عن هذا فطلأت الفرق ببيناتهم تمام لو متوعب أستاذ شنو قصدك من هاي السالفة كلها قصدي إنه إذا قل جدي المركز ونصف القطر ومطيش معادلة دائرة فلازم تقارنين معادلة الدائرة المطيش إياها ويا معادلة الدائرة ما المن اللي منطي اللي إحنا أخذناها قبل شوية اللي هي الأساسية أستاذ يعني شوان الحل راح يصير أنا أقول لك هس شلون الحل تكتبي لي معادلة الدائرة نفسها تنزليها X ناقص 5 لكل تربيع بهذا الشكل زائد Y زائد 3 لكل تربيع ويساوي 49 وأربعون استاذ شو سويها السبعة أكتب معادلة الدائرة قانونها الأساسي ناقص H لكل تربيع زائد Y ناقص كي لكل تربيع بهذا الشكل يساوي R تربيع بهذا الشكل استاذ هذول اثنين توأم هذول اثنين توأم أريد أطلع من يمهم اللي هو رايدة أقول لك حلو راح أقارن بالمقارن أقصد بالحذف X راح ويا X يشاب هون ما أحتاج هم سالب خمسة عنده سالب H أنزل سالب H يساوي سالب خمسة إذن أضرف فيه سالب واحد راح يطين ال H يساوي يساوي خمسة استاذ التربيع راح ويا التربيع بهذا الشكل بعد استاذ ال Y راح ويا ال Y سالب K موجة بتلاثة إذن سالب K يساوي موجة بتلاثة راح أضرف فيه سالب لأن آن المركز ما عندي بالسالب كل بالموجة فرح يصيص فيه سالب واحد راح يطين الكي يساوي سالب ثلاثة التربيع راح ويا التربيع اليساوي راح اتويا اليساوي 49 ويا ال R تربيع إذن ال R تربيع يساوي 49 راح أقول لها بالجذر التربيعي لأن أريد أطل ال R وعلى مت أتخلص من التربيع لازم أقول بالجذر التربيعي يوخر جذر أو الجذر يوخر التربيع راح يصير R يساوي جذر 49 سبعة إذن طلعت قيمة ال R الخلاصة مالتي صارت ال H وال K بهذا الشكل المركز يعني عندي خمسة فارزة سالب ثلاثة بهذا الشكل واضح لو مو واضح واضح لو لا يستعد هذا المركز ونصف القطر R يساوي ستة سبعة عفوا خلاص انتهى الحل واضح لو مو واضح لأن آن المركز حسب القانون ما الدائرة اللي هو عبارة عن H و K هنا ال H موجب ون ال H موجب فلازم أطلعهم بالموجب زيان هم طلعوا لسالب فوق فلذلك على مدد خلص من السالب لازم أضرب المعادلة كلها في سالب لأن سالب في السالب رح ينطيني موجب وهو المطلوب اللي رأي دليل المركز بالموجب حسب العلاقة والقانون نعم طريقة فاشلة ليست فهمية ولكن حفظية أنا أنا أنطيج أنا أنطيج يعني أول شي ما سالفة عكس إسشارة القوس هاي سالفة التجربة أو سالفة الفرق بين مربعين أنت لا عندش تجربة ولا عندش فرق بين مربعين إحنا جاي نقول نقارن المعادلة المدارة المطلوبة السؤال وهي المعادلة اللي أنا حافظتها الأساسية وبالمقارنة يعني بالحذف أحذف في الشغلات الموجودة وبالنهاية أنا راح أوزع عفو أن راح أضرب في سالب واحد أو نتخلص من السالب H والسالب K لأن أنا أريدهم بالموجب فمن أضرب المعادلة كلها في سالب ما أضرب بس H وعوف السالب خمسة لا من قلت أضرب المعادلة كلها في سالب لازم أضربها كلها في سالب يعني كل الحدود أضربها في سالب لأن رحم الله عمرا عرف قدر نفسه ورحم الله عمرا جب الغيبة عن نفسه فلذلك أنت من الضربين بس H وتعوفين السالب خمسة فأنت راح تجيبين الغيبة إليك راح يقولون بحي وشون دا تحيل وراح تجييني المسبة والدنيا ترقت عندي بعض الشكل فلذلك أنت جريمة كبرى سويها من الضربين بس قيمة H وما الضربين قيمة المعادلة كلها يعني أنت جاي تقولين جاي نضرب المعادلة كلها في سالب انتهى الحل هو رايد المركز ورايد الار طلعت للمركز والار استاذ يعني انت قصدك هسا كلما يطين المركز يريد المركز تمام لو متمام كتبولي طلعوا دفتركم وكتبولي ملاحظات غلطان بالعنوان غلطان بالعنوان الأغلبية يدون عادة الشرح أنا إذا طالب واحد يقول لي استاذ عيد راح عيدي يعني ما لعلقة بالأغلبية أو مو أغلبية يعني ما طلع طالب إذا مفاهيم يعني ما نام الليل باختصار وهقول عنك موويل وهقول عنك حكايات إزاي يا حبيبي إزاي الفوت ما فيش بنا مسافات أوكي أوجد مركز ونصف القطر للدائرة اللي مطيت شياها التي معادلتها بهذا الشكل إذا رايد مركز ورايد نصف قطر ومنطيج معادلة الدائرة أول خطوة تنزلي لمعادلة الدائرة ناقص بهذا الشكل خمسة الكل تربيع بهذا الشكل زائد بهذا الشكل واي زائد ثلاثة الكل تربيع بهذا الشكل يساوي عندي تسعة وأربعين وعندي هسا وراها أقارن هوية المعادلة الرئيسية ما تدار اللي حفظناها X ناقص عندي الـ H الكل تربيع زائد Y زائد ناقص الـ K الـ K الـ K تربيع ويساوي R تربيع راح أسوي بالمقارنة يعني بالحذف أحذف الـ X ويا الـ X عندي سالب خمسة وسالب H أقدر أحذفهم لا أستاذ مختلفاتان فلذلك أنه راح أقول هاي السالب H تنزل يساوي تنزل السالب خمسة تنزل أستاذ ما ريد قيمة الـ H بالسالب لذلك راح تضرب المعادلة في سالب واحد على مدد تخلص من السالب الموجودة راح يصير عندي الـ H يساوي خمسة الموجب راح ويا الموجب تمام الـ Y راح ويا الـ Y وقع عندي ثلاثة وسالب منه سالب K إذن راح أقول لها سالب K يساوي ثلاثة أنا ما ردي K بالسالب راح يدح بالموجب لأن المركز هو عبارة عن H وK بالموجب وهو طلع لي بالسالب لذلك راح أضرب في سالب راح يصير عندي K يساوي سالب ثلاثة إذن المركز راح أستنتج مننا السي هي عبارة عن H وK إذن السي راح يصير المركز هو عبارة عن خمسة بسالب ثلاثة أستاذ كم من لمقارنة التربيع راح ويا التربيع طبعا لأن التربيع راح ويا التربيع اليساوي راح أتويا اليساوي 49 وعندي R تربيع إذن R تربيع يساوي 49 40 أستاذ أنا ما ردي R تربيع فقط R أقول بالجذر التربيع للطرفين راح يطيني R يساوي جذر 49 أستاذ سبعة وانتهي الحل منو عنده سؤال نظرك واتشين بليز شوف نقدر نخلص الفصل المحاضرة لا بالله واي عندي كلام واي عندي كلام واي عندي كلام يعني يحتاج لمحاضرت يعني إن شاء الله يحتاج لي خلي شوف يحتاج لي تجم محاضرة لهذا الفصل بحيث نهي هو وتفاصيل وكل شي يعني تقريبا ثلاث محاضرات بالزايد تختمي الفصل والضبط مثال آخر أو كتبولي ملاحظة ملاحظة تنص على آتي قانون البعد قانون البعد بين قوسيا المسافة لأن البعد هي نفسها المسافة ترى تمام البعد هي نفسها منه استاذ هي نفسها المسافة قانون البعد اللي هو نفسه شنو المسافة بين نقطتين بين نقطتين قانون البعد أو المسافة بين نقطتين يعني باختصار بي وان اكس وان في واي وان وعند البي وعبارة عن اكس تو بواي تو بهذا الشكل يعطى بالعلاقة الآتية يعطى بالعلاقة الآتية اللي هي خلي نقول انه البي وان والبي تو او يلا يساوي كله تحت الجذر جتاشكوا كله قوس عندي عندي قوس بهذا الشكل بتربيع بتربيع ببياناتهم زائد وداخل القوس اكو ناقص بناقص عندي اكس وان ب اكس تو عندي واي وان ب واي تو هذا حفظ مهم جدا قانون البعد او المسافة بينه نقطتين هذا شنو تحفظوا الياسم علاقة ويكون سهل على فكرة واعتقد ما اغذيه بالدروس بال بال السؤال في السابق يعني ما الفصل الصف الرابع او صف الثالث قانون المسافة والبعد بين نقطتين اللي هو بي وان وبي تو يساوي تحت الجذر اكس وان ناقص وان الكل تربيع زائد اكس تو ناقص واي تو الكل تربيع بهذا الشكل واضح لو مواضح سالة طين المثال علي صار هذا على فكرة كل المفوض جاي تكتبوه تخلص جاي تقرون فاينل جاي تقرون فاينل للامتحان النهائي عمود خلصون تروحون للسالس جد معادلة والله اللي خليكم وضع كون على الفصل الثالث والرابع من سهولته جد معادلة الدائرة التي مركزها لوسي اربعة بخمسة او اربعة بثلاثة خلن نسويها اربعة بثلاثة بهذا الشكل تمام وتمر بالنقطة ستاتشينية النقطة اللي هي بي عبارة عن اثنين وبواحد تمام لهم تمام البي هي عبارة عن اثنين وبواحد اللي هي اكس واللي هي الواي ممكن استعمل قانون المسافة والبعد بين نقطتين على فكرة المركز اللي هو اتش وكي ممكن ارمز ايضا بالرمز اكس تو واي تو عفو انا اكس تو واي تو بالضبط ممكن ارمز لي بالرمز اللي هو اكس تو واي تو وهو قايل اللي اشتمر بالنقطة كلمة تمر يعني شايف انه انا بس طبيت للمحل جاي امشي وصلت للبحر السلام عليكم مرت بالمحل معنا هاي النقطة او هذا المركز من حق من من حق النقطة ليش لان مر بيه يعني انا هسا مثلا اقول انا مريت بيك ستقول استاذ انت من حقي بهذا الشكل ليش لان انا وصلت يمك استاذ هسا تصرت بأرضي بين جماهيري بنص بأقر داري فانت يمي تمام اذا انت انا مبدئيا راح يصير الموضوع انه انا جاي امر بشغلة تمام اذا انا صارت الي ماني مريت ببيتني فهذا ببيتني انا مريت بيه باقتصار شديد اي شي يمر بشي معناها اثنين اطم لاشياء يكون نفس الشي استاذ شنو اي شي يصير حزور هاي شنو فوزير رمضان عدنا لا يعني باختصار اي شي يمر يعني مثلا المركز مرة بالدار اذا النقطة هذا المركز من حق الدار مثلا ان قلت لك نور مرت بنرجس اذا هاي نور استاذ يعني شنو قصدك يعني قصدك العاتي رح اكتب القانون والبعد بين المسافة بين نقطتين اللي هو بي وان وال بي تو بهذا الشكل يساوي تحت الجذر افتحي لقوس لكل تربيع زائد قوس لكل تربيع عندي اكس وان عندي اكس تو عندي واي وان عندي واي تو عندي هنال شنو عندي سالب عندي سالب ليش لان برا موجب استاذ اشقد ال اكس وان وشقد ال اكس تو وشقد ال واي وان وشقد ال واي تو باعي مبدئيا النقطة دائما اي نقطة اللي هو مقلتش بي يساوي اثنين بواحد اقول اش دائما النقطة تاخذ رمز اكس وان واي تو واي تو عفوا دائما النقطة تاخذ الواحد يعني اكس وان واي وان اي شي عدا النقطة تاخذ اي شي عدا النقطة تاخذ اثنين يعني مثلا عندي المركز اللي هو اتشوكي بنفس الوقت هو نقاط موجودة تمام يعني اقدر اعتبرها اكس تو واي تو عادي استاذ لأنه اصلا هن ذنقية معينة وبدام مرت بالنقطة اذا هاية المركز تحول الى نقطة بدام المركز مر بالنقطة معناها المركز يتحول الى نقطة ليش يعني اتليكم اني بدام اي شي مر بشي معناها من حق يعني المركز مر بالنقطة معناها صارت النقطة عفوا المركز من حق النقطة يعني تحولت تبدلت شاهفين زومبي من يتحول نفس السائل فيه تمام تمام هاي المركز مار بالنقطة إذن صارت النقطة المركز من حق النقطة يعني النقطة تحولت المركز إلى نقطة باختصار اللي هو عبارة عن أربعة بثلاثة يعني X2 عفوا بY2 استاذ العيد بس باعي للنقطة تاخذ X1 وY1 دائماً أي نقطة موجودة عندك تاخذ X1 وY1 بينما أي شيء عادة النقطة تاخذ X2 وY2 عوضي B1 بB2 يساوي تحت الجذر بهذا الشكل قوس بقوس زائد قوس بقوس تربيع بتربيع عوض قيمة X1 استاذ X1 هو 2 الناقص تنزل Y1 اللي هو 1 استاذ X2 اللي هو أربعة X2 اللي هو أربعة عفوا أني أعتقد دخل على القانون يعني هو موهيج بهذا الشكل يصير بهذا الشكل عدي لباس على القانون يعني ما حد نبهني شوي خطأ مطبعي ذكرت قانون آخر ما للتجربة تجزئ X2 تمام بY بX1 شكرا لباس على القانون شكرا لباس على القانون في الغرس ها؟ عادي سمي Z سمي H سمي K سمي شيج عادي عادي للمساواة عندك زيان X2 X2 ناقص X1 زائد Y2 ناقص Y1 بهذا الشكل زيان X2 شكرا للمساواة عندك أربعة نزل الأربعة ناقص تنزل X1 شكرا للمساواة عندك X1 نزل الأثنين Y2 شكرا للمساواة عندك Y2 عندك 3 نزل 3 ناقص تنزل Y1 شكرا للمساواة عندك ناقص 1 2 كل تربيع أربعة رح يساوي عندي جذر التربيع عمالته ثمانية في هذا الشكل تمام للم تمام استاذ هو الشرايد من يمك رايز يطلع من يمي جذر ثمانية يعني المسافة اللي هو R اعتبري يعتبري R بالنهاية تمام للم تمام زيان استاذ هو أصلا شرايد بالسؤال قال يجد معادلة الدائرة هو منطيش مركز وانت طلعت R من خلال المسافة والبعد بين النقطتين تمام اللي قيمت جذر ثمانية كتبي يا ابا هاي استاذ I X ناقص H بكل تربيع زائد Y ناقص K الكل تربيع يساوي R تربيع عوض الاستاذ X تنزل الناقص تنزل H قيمتها استاذ من المركز المركز هو أربعة بثلاث يعني H جئت أربعة الكل تربيع زائد Y تنزل ناقص تنزل الكيج قد استاذ ثلاثة الكل تربيع ويساوي عندي جذر ثمانية تربيع استاذ بس ثمانية لأن التربيع وخر جذر لأن التربيع وخر الجذر بهذا الشكل من عند سؤال على فكرة أقدر أحلى يلكون بغير طريقة يعني ممكن ما استعمل قانون المسافة والبغير بين نقطتين شلون يعني قصد تربيع طريقة أوكي أطيكم سؤال آخر بس رح هل لكم غير طريقة تربيع أخذ نقطة استراحة شوي تعبت 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 تعبت